بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد ازايكم شباب و اهلا بكم في فيديو بديو بإذن الله في هذا الفيديو سنبدأ نعمل في أول مرحلة من المراحل اللي هنمش عليها علشان نعمل برمج كيلوغر أول مرحلة هنعملها هي الليسنر احنا نخلي البرنامج بتاعنا ويعرف كل ما دوس على زراره يعرف انا دست على زرار ايه ؟ ايه ؟ ايه ؟ ايه ؟ وبعد ايه كان نخليه يسجلي الحاجة اللي بزرار اللي ندست عليه سجده بي ايه الحاجة اللي هنحتاجها اول حاجة هنحتاجها احنا نثبت المكتبة نحفة هنحتاج المكتبة اسمها buy input مش buy input يعني مش مش كلمة input دا ايام buy n-n-put دا دا اسم المكتبة اللي هنحتاجها لو انت جهزت windows هتفتح السيم دي والكومنت لاين هتكتبت الامر دا python python . 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 ہے1.0.3 ـ ولو انظoffs مشكلة إذا هنا المحصل...ستغربت الأمر اذا سنتقلت من غيره ما تقوله يعني ساويile 1.0.3 عليه ما تقوله ينظر على 1.0.3 أحدث مشكلة إских خضائف لو انت لينكس تاجأ في الاول لكن ما تقوله بـ Python وبال限ح اقول له인ستور byEnpy لو وجدت تلعبك مشكله او اول حاجه استدعيت المكتبة اللي اسمها باي انجلت استدعيت منها موديل او جوز معين اسمه كيبورد من الجزء الخاص فيها اللي اسمه كيبورد بتوله اعمل لإمبورت لحاجتين الكي والليسنر بعد كده فصلة بعد كده لسنر اخد بالك اول حرف من كل كلمه فيهم بعد كده سيقوم بتطبيق من الفنكشن ديت بالمانستعمل الرأس لمنطق من الفنكشن من الفنكشن او الفنكشن حاجة ملاحظة الوث وثن ملاحظة وثن ملاحظة وثنى من الوثن سيقوم بتحتيجة الوثن ملاحظة لدينا المستدعي لنقوم بإمبارة المكتبة نعمل الشغالة هنا لنقوم بإمبارة المستدعي لنقوم بإمبارة المستدعي وفتحة كسين وقوم بإمبارة المستدعي تكتبت on-press 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 ده اسم option موجود يعني ده مش حاجة إحنا هكذا ده option موجود تقول on-press يعني ايه on-press يعني معناها كده السطر دوت معناها الشغال اللي اسمع يعني خليك اسمع افضل اسمع خليك تشغال اسمع أول لما دوس على زرار on-press تشغلي أو تنفزلي الحاجة اللي هنا اللي اعتبق اللي حيتعقله تعمل لي cool back لفنشن وتشغل الأوامر اللي فيها الفنشن اللي حتناها هنا او اللي هنعمل لها cool back اللي ما دوس على زرار هيروحي شغالها هي الفنشن اللي اسمعها key underscore pressed اللي هي فنشن اللي انا عملها هنا بعد كده تلو اس يعني اختصار هولي اختصار الفنشن دي كده كلها هو باسم باسم iL بعد كده ضدتين نوزهاتي تحت تبديغ اللي دوتجوين ما مثلتو لهم اللي دوتجوين يعني حيابل لها أكين أكيني عملتنيها وعنية تفضل شغال على طول منعما لو كنت لتشغل اللي دوتجوين كان تشتغل مرة واحدة بس كنت شاء تشتغل تانية المرة واحدة فكتر تقف منعما احتاج اسمها على طول يحتاج ان كلما تدوس على زرار يجب أن تضغط على ايه فعلشان كده كده كتبنا اللي دوت جوين يعني هيفضل شغاله على طول هكي اني عمثلها ويلتو ديجي بالدالة اللي هي الكيه او الدالة اللي حيعمل لها حيعملها كوباك اللي كتبناها في الدالة ديت في الدالة ديت هيعمل لتراض try or script try or script هيتري اعمل ايه هيعمل variable اسمه press variable اسمه press وتدعت و bin kee اللي دخلو ماذا سيتخلو حيه اعرف ال kee هنا هيتخلو ك-argument انوا في السنكشن من فوق الargument دا هي ارجم عليها حتبعت له مع الكلباك لما تطلب القدام بالكلباك الكلباك 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 ماهما تريده وهي الخزن في key.char و او K.Character يعني حيسخزن فيه الحرف الحرف او الزراج لانا تستعديل لو انا ما يبطلوش هنا K.Char او .Character هتطلع لي مشكلة هي المشكلة ديت بنوه المفروض او سيغادية اللي انا كتبه ديت هتخليه تبقى عليه بالشكل ده خينوه يتبقى مثلا و دست حرف في اله او حرف ايه كده و بسهولة ديت لانا اولنا نسابت و حارف ايه كده واحدول بين عالمتين لو انا مش عايش احضول بين عالمتين يوزوروا الي طبيعاً و يسجلوا يوزوروا يوزوروا لي طبيعاً و يقفزن فيه لكن لو انا سابته كده سيخزن لي الحرف مع بعدي كده مثلا ايه مثلا كده انا عايز اتسجل بشكل عادي بس عايتها لما انا حاجة هنا اقول ضد شار ايه اتسجلها ليه بشكل الطبيعي العادي تمام لو انا سبت ليه عملتنا ترايو اكسكيبشن انا اتسجل لان في حاجات مش حروف لان انا 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 مينفعش اكتب المغير او ادرس علشان حيتمعه علشان حيتمعه ولكن في حاجة في المشكلة التانية المشكلة التانية ان انا ان انا لما اجي ادرس ادرس مستر الاسبس ادرس على shift ادرس على زر control او زر system لما ادرس على ايه زر من دول الزرارة ديتمش حروفة فدوتة تشارد مش بتجيبهم ده بالعاكس ده بتخليه يخرج من البرنامج وانا مش عايز البرنامج يخرج في الحل ايه الحل ان انا اعمل try لو الحرف لو الحرف ايه لو الحرف ايه لو الحرف ايه لو ده character فتما بخزنه في variable اسمه press على اساس انه character طيب لو هو حرف حيسجله في هنا في variable اسمه press طيب لو هو وانا احضر الexception هو ان هو مش حرف ها اعمل ايه ساعتها هيبقى قدامة حل من الاتنين او حاجه من الاتنين اما اما الحاجه دي هتكون speak يعني الحاجه اللي مش حرف الزراج اليداس اللي هو اللي مش حرف اما حيبقى space فساعتها اخلي اخلي بساعتها اخلي variable اسمه press يبقى يعمل مسافة فاروخ كده على اساس الاساس يعني اول او كاين يدوست space يدوست مسافة ولو هو مكانش الkey دوت مكانش space ساعتها يتبع للكي دوت بس بصوا هنا بقى بصوا فاقي ما بين دي ما بين دي اول واحدة اللي هي ديت كان character انما هنا مكانش character مكان يكون shift مكان يكون enter مكان يكون اي ازرار مع ده الاساس لان الاساس احنا حددنا هوا حاجه دي ها حيعمل مسافة تعمل اخد بالك كمان من حاجه اه انا هنا لما جيت اقاله لما جيت عمل if بطلو if لو الkey اللي هو argument اللي جالي دوت اللي حاجه عن سريق الkey function بطلو بيساوي الkey ل Taric الkey ايب الkey سير unkey و وال الkey الkey Harper أفضل ويكون خزن البرس بالصيغة او بالحاجة المناسبة ليس لو هو حرف سيخزنه حرف لو كان space سيسجله مسافة لو هو ما كانش لحرف ولا مسافة سيسجله انه بقى shift او alt او حسب او حيدوس في الاخر سيطمع لي هو داس ايب سيعمل البرت اتعرف ان نجرب برناتك انا هنا او شغل اهو شغل كده و اتحغلوا مثلا بقى او شغل كده ولس او مستني انك تتحاج لان يتبع انا بقى انا اتعرف انا اتعرف حتى دي تيعم تلقي منميز اتعرف مثلا اتعرف مثلا اتعرف فايل فايل هاو او ايب فايل تبقى مثلا فايل دايه hello و ادخل البرمجر هلو وورد وعلم تستفاد هل تشوفينها اه بص ان اكتب دي ايه اول حاليا ندسته دست control دست control in علشان يجب ايما يفتح لي صفحة جديدة الصفحة اللي انا فيها دست control in علشان يفتح لصفحة جديدة بعد دي كده control key.control key.control اللي اجدت خزناتلي في press عن طريق لان الافس وهي ما قلت له خزني فيها variable t من غير character control in بقى كده كتبت الكلمة بتاعتي هلو وورد هلو وورد بص هنا لما دست مسترة خزنها لي كمسافة قلت له انا خزنها لي كمسافة فهو فعلا خزنها لي كمسافة من الكلمة بتاع زيه بقى ادست عشان اجيب حرف shift كان لازم ادست وعلى زرار رقم واحد علشان يكتب بshift فقلت ادستها control ادست حرف يعني دست shift دست shift و بعد كده دست على زرار واحد أو اللي هو حقيق لو اللي هو يعني ساعتها بعد ما تشوفت ويتحاول لعلمة استفادة ممكن تكتب برضو هنا بس لما تكتب هنا بس لما تكتب في terminal خاصة في linux بيزرلك يعني اكني في حاجة غلط يعني بسجليك عملة ازاي مش مصبوط ده في لينكس ومش بيبقى بس في ونطقة كتب في الترمينل يبقى هو بخزن في فايل او هو بيكتب في ملفك مثلا انا ادوست انتر اوه اه اه هلو انا ادوست كمان ازلت لبيمس على الكيي ادوست انتر قتب كمان بتاع دي فاش مشاكل هياك اللي اما بكتب في الترمينل نفسها بخصصا في لينكس بس بيعمل كلمة الفونتش اللي هيكتب معك عادي تمام شباب شكرا لكم وشفكم في الفيديو الجاي هنشغل البرنامج هنطور فيه ونخليه بدلا ما يتبع لنا بقى الحاجة هنا لا ادفها في فايل شكرا لكم وشفكم في الفيديو جيد موسيقى موسيقى